وزير الثقافة حذر شخصيا هذا دليل لعاء أن عودة الفوفوساء الأثرية أورفيوس تمثل حدثا بالنسبة للسلطات التركية تحفة تنضم إلى قائمة طويلة من القطع الأثرية التي استردتها تركيا في خمس سنوات وعددها 3700 قطعة بعد حملة أطلقتها أنقرة لاستعادة قطع أثرية موجودة في متاحف من حول العالم وتعتبر أنها سرقت منها نطالب بالقطع التي سرقت مباشرة من تركيا واعتقد أن هذا هو حق طبيعي حق اعترف به متحف دلاس الذي أعاد هذه الفوفوساء المكتسبة عام 1999 في مزاد عندها لم يكن المتحف على علم بسرقتها من تركيا ولكن العديد من المتاحف ترفض الإصغاء لهذا النداء أنقرة تطالب أيضا بصياد أفروديسياس جذع من الرخام معروض بمتحف برغامون في برلين بالنسبة للألمان ليس هناك أي شك في مصدرها القطعة وصلت في عام 1904 بين مجموعة أثار العصور القديمة تم شراؤها من أحد بائعية الأعمال الفنية وكل شيء تم بطريقة قانونية ويمكننا إثبات ذلك ومن ثم لنرى سببا يبرر عملية الإعادة الإجابة عينها بشأن قطع خزفية لجدار عثماني من مسجد بيالا باشا في إسطنبول يعرضه متحف اللوفر في قسم الفنون الإسلامي الجديد المتحف الباريسي يدعي أنه اكتسبها بكل شفافية لم نتمكن من إقامة حوار مع متحف اللوفر لقد قدم مستشاري طلبا للقاء مدير المتحف لكنه لم يرد ولهذا السبب أعتقد أن النقاش سيتواصل مع متحف اللوفر بالنسبة لتركيا استعادة القطع ليست مسألة مبدأ فحسب بل هي أيضا قضية اقتصادية أنقرة تريد أن تجعل من ثروتها الأثرية عامل جذب للسياح ومن المقرر إنشاء ثلاثين متحفا وبعضها في قيد الإنشاد في جميع أنحاء البلاد وقائمة المطالبات بالاستعادة طويلة من متاحف مرموقة كمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك أو المتحف البريطاني في لندن ترجمة نانسي قنقر